السلام عليكم ورحمة الله أيضا الأحرف في الدرس السابق حرف الحاء والجيم وأيضا حرف ألقاء وأيضا تعلمنا أربع حركة أساسية ما هي هذه الحركة الفتحة ثم الكسرة والضمة والسكن سنبدأ أولا بتصحيح الكلمات التي أعطيتها لك لتقرأها في الدرس السابق إذن لدينا هذه الكلمة الأولى أقوم بتقسيمها كما فعلنا مع الكلمات السابقة في الدرس السابقة لدينا حرف الميم وحرف أتتذكر ما هذا الحرف بالنقطة في الأسفل إذن هو حرف نعم الجيم أيضا لدينا حرف الآلف بدون أي حركة إذن هو حرف مد وأيضا حرف اللام إذن حاول قراءة هذه الجملة لدينا ما جا نعم مع المد نعم مع المد حرف الجيم نقوم بمده مجال نعم أعيد قراءتها مرة أخرى مجال كما تتذكر فأهم مقاعدة في اللغة العربية هي قراءة الكلمة من اليمين إلى اليسر اليمين إلى اليسر دائما في اللغة العربية عكس اللغات الأخرى العربية من اليمين إلى اليسر إذن ستقرأ مجال مجال أعيد مجال أحسن ثم الكلمة الموالية هي سهلة جدا حاول قراءتها بنفسك نعم حو هذا الحرف بدون أي نقطة إذن هو حرف الحا حو ل ما حلم نعم حلم يقرأها مرة أخرى حلم أعيد حلم أحسن ثم هذه الكلمة هذا الحرف بالنقطة في الأعلى إذن هو حرف الخاء نعم حرف خاء لدينا حرف الأليف في الوسط بدون أي حركة إذن هو حرف المد ثم حرف الميم لنقرأها معا خاء نمد حرف الخاء خام خام هذه الكلمة تقرأ خام أعيد خام مرة أخرى خام أحسن ثم هذه الكلمة وسيطة وسهلة جدا تتكون من حرفين تتكون من حرفين نعم هذا هو حرف الميم وهذا أحسن النقطة في الأعلى إذن هو حرف الخاء تقرأ يقرأها مو خ مخ تقرأ مخ أحسن ثم الآن إن شاء الله سنقوم جمع كل ما تعلمناه في جملة واحدة ما هي الجملة؟ لدينا الكلمة هي كلمة واحدة يعني مجموعة من الحروف تعني شيء واحد ولدينا الجملة هي مجموعة من الكلمة مجموعة من الكلمة تتصل فيما بينها لتعطي معنى واحد لنعرف أكثر لدينا هذه جملة كما تلاحظ فهي تتكون من أربع كلمة الكلمة الأولى والكلمة الثانية والثالثة ثم الرائعة هذه الكلمة تتصل فيما بينها لتعطينا معنى يعني معنى واحد سنحاول قراءتها كاملة معا لنعرف ما المعنى التي توحي إليه إذن لنبدأ بالكلمة الأولى لدينا حرف الألف وهذا ما هو الكاف نعم وهذا اللام ما الذي سنقرأ هذه الكلمة أ ك لا أكال أعد مرة أخرى أكال نعم أكال ثم الكلمة الثانية ك ماذا سنقرأ حرف الميم ما نمده لأنه بعده حرف الأي كمال تقرأ كمال إذن لدينا أكال كمال الكلمة الثالثة لدينا حرف اللام والحاء والميم حرف اللام مع الفتحة والحاء مع السكون والميم مع الفتحة إذن تقرأ ل ح ما لحمة تقرأ لحمة أعدها مرة أخرى لحمة إذن مرة أخرى الكلمة الأولى أكال أكال كمال كمال لحم لحم إذن تبقت لنا الكلمة الرابعة لدينا حرف الأول بالنقطة في الأسفل يعني حرف الجيم الميم أصبح حرف سهل نعرفه جميعا واللم حرف سهل إذن ماذا سنقرأ هذه الكلمة ج ما ل جمال أعد جمال إذن لنحاول قراءة كل كلمة على حدها من الأول لدينا أكال كمال لحم جمال إذن حين نقرأ الجملة كاملة أكال كمال لحم لحم جمال أكال كمال لحم جمال أعدها مرة أخرى أكال كمال لحم جمال إذن كما تلاحظ فجميع الكلمات أعطتنا في النهاية معنى واحد نمر الآن إلى جملة التالية هي جملة بسيطة تتكون من ثلاث كلمات أولا لدينا تذكر هذه لقد قرأناها في الجملة السابقة أكال نعم أكال مرة أخرى أكال جمال 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 أكال جمال أكال أحسنت الكلمة الثالثة لدينا حرف الميم والخاء واللام واللام مرة أخرى إذن مخلل مخلل مرة أخرى مخلل قرأها بنفسك مخلل إذن الجملة كاملة أكال جمال مخل أكال جمال مخل مرة أخرى أكال جمال مخل أحسنت إذن حاول كتابة هذه الجملة التي تعلمناها اليوم في دفتارك كما العادة وقرأها بنفسك إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم